مفضيحة تحكيمية بقيادة محمود البناء ومحمد الحنفي الأهلي يخسر ثلاث نقاط أمام البنك الأهلي وخرجنا سامير عكاشي عرض لنا اللقطة علشان نوضح اللقطة أمام السادة المشاهدين دي لقطة ركل الجزاء صحيحة للنادي الأهلي عايزين نعرض اللقطة من وراء اللقطة دي مش محتاجة حكم اللقطة دي محتاجة إنسان عنده ضمير في كرة زي دي النادي الأهلي كان متقدم بهدفين وكان ممكن ننهي المراهنة إيد أيمن أشرا كانت جنبه وكرة طلعة إدي بتكبر جسمه ركل الجزاء صحيحة مليون في المية للنادي الأهلي كان متقدم النادي الأهلي اتنين واحد لو احتسبت للنادي الأهلي كان تقدم النادي تلاتة واحد وكانت حسمت المباراة تماما لصالح النادي الأهلي فضيحة تحكيمية بقيادة الكابتن محمود البناء والكابتن محمد الحنفي كان متقدم النادي الأهلي بنتيجة تلاتة نيم لو احتسبت راكرة الجزاء الصحيحة المليون في المئة لناد الأهلي كانت تغيرت المباراة أماما لكن التحكيم المصري كان له رأي آخر في مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي منرحب بخبرنا تحكيم كابتن ناصر عباس كابتن ناصر دايما المساندين للتحكيم المصري بنقول عايزين أن التحكيم المصري يكون موجود لكن هو ده المشهد اللي دايما بيظهر التحكيم المصري للاسف تحكيم كابتن ناصر تحكيم كابتن شريف منام كابتن أسامة عرابي وكابتن عدل برحمن وكابتن أحمد بالأسف كابتن أسامة دايما الناد الأهلي قناة الناد الأهلي بنقف مع التحكيم المصري وبنسند ودعمين للتحكيم المصري وقلنا دايما دايما لما بيكون فيه إيجابيات بنتطلع نتكلم فيها لما بيكون فيه سلمات محدش يزعل يعني محدش يزعل مننا كابتن شريف النهاردة لما النهاردة التحكيم بيحرم الناد الأهلي من ثلاث نقاط مستحق بداية النهاردة التحكيم بيحرم الناد الأهلي من ثلاث نقاط مستحقة ليه؟ للناد الأهلي كان كسبان تلات اتنين دراكل الجزاء صحيحة وضوح الشمس يا كابتن شريف وضوح الشمس يعني أنا بتخيل يا بنّة بعد إزنك يا بنّة أنت نفسك أولا تحسب اللعبة دا لعبة سهلة جدا جدا هل نروح لенныйها فصل في البداية هنروح اللعبة وهنحليلة يا كابتن نحن نقول كلاماً يا كابتن أسامة بعد إذنك أسامة بس يا سامير بعد إذنك دي وقت كابتن أسامة تاني نالك أسامة 3-2 ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس هل الحنف والبنة نتيجة المباراة ما خلتهش يحتسب ركلة جزاء صحيحة لناد الأهلي؟ يا كابتن دا حق النال الأهلي ولو هي للبنك الأهلي حنقول كلام دوت سواء للبنك أو الأهلي ولكن دي ركلة جزاء مفيش فيها أفصال يا كابتن بلان مفيش أبداً فيها أفصال بتتكلم في ركلة جزاء الإيد بتخرج خارج نطاق الجسم ساعة ما الكرة بتتلعب يعني لو الإيد النهاردة في جنب في جنبك يا كابتن أسامة وتكرة تلعبت وجاته وهي في إيدك وفي جنبك هنقول يستمر اللعب إنما النهاردة بتتكلم في إيه الإيد كانت فوض أي من أشرف ساعة ما تعاملت كابتن بلال طلع إيده ركل الجزاء هو دا القانون يا جماعة هو دا القانون النهاردة ركل الجزاء من فوز من فوز كور دي ما فاش تحت فرصة عشان ناس تفق لا لأ البنانتي ما فاش تحت فرصة عشان ناس تفق تعالى تعالى يا كابتن دا له تحت فرصة مفيش تحت فرصة في كرة كابتن هنشرح لها بقى عشان يبقى كمان كلامنا مقرأ تعالى يا كابتن واحدة واحدة كده سميلي مع ديزنك معي هنا بتتلعبوا الكرة من حسين الشحات تمام إيليز كانت فين ارجع تاني يا أسامة مع ديزنك ارجع هنا لحد دلوقتي فين يديك كابتن أسامة يده كابتن بلال جوه جسمه خلاص جوه جسمه لو جات في الوضع ده يستمر اللعبة كابتن شريف نحن متفين على كده يدي المعايير هنمشي بعد ما الكرة تلعت وراحت اللي هي اللي هي نقطة لما الكرة جات في اليد اليد هنا كانت فيه برد مرد مرد ماشي يا سمير ماشي شوف اليد راحت فين يا كابتن أيمن أيمن أشرف شوف بس بالله عليك يا جماعة هذه هي حالة أنا بقول حالة فضيحة تحكمية هو لحظة كابتن مصر هو واقف الواقف بتاعته دي هل مغطئة عليه الرؤية كابتن حتى لو لا أكمل بس أنا أكمل بس فيها ماشي ما عارف أنا أكمل فيها ماشي السؤال ماشي هو بغطى عليه كابتن حتى لو يبقى الفار بقى يرجع له هذه الحالة ليس لها مبرر كثير لا هي لها مبرر واحد أنا عارفه هم دائما أن هذه الأهلي لما بيكون كسبان حتة الفار بالنسبة لهم يقول لك لا محسنش عدي عديها حصلت معنا سنتين وأنا بحذر من هنا سنتين حصلت معنا خسرنا 18 بنت من الفار في سنة السنة اللي بعدها كسبنا خسرنا 14 بنت من الفار فمن البداية كده إحنا عايزين نقول إنه مش هتفضل كده كتير يعني المفترض إنك تديني حقي كسبان 500 سفر تديني حقي كابتن كابتن أسامة تاني أنا حتى البنة لو قلنا إن هي الكرة الناس حاجبين يا كابتن بلاي حاجبين أنا سأل سؤال الفار يا جماعة طب خلاص لو فار لو مش لازمة ما تشاهلش بالفار النهاردة الفار مفروض النهاردة كان تدخل فيها هجيب لك زاوية كابتن ناصر يا ريت مخرجنا سامير عكاشة جبرينا الزاوية الخلفية الزاوية ده كابتن ناصر دي واضحة للأعمى بص هنا الكرة إيد أيمن أشرف بص الإيد هنا راحت فين كارج بص بص كرة بس بس تلامس تمام الزاوية الخلفية واضحة معلشان كده بقولك دي دي مش محتاجة هذه الحالة التحكمية مخالفة لمس الكرة بليدي كابتن بلال لو تعرضت على عشرين محاضر عشرين محاضر إلى عشرين محاضر كلهم حيقول إن دي لك الجزاء الصحيحة والله ما عاوز محاضر واضحة إن دي ما فيش فيها المعايير عندنا كابتن بلال المعايير واضحة جدا جدا فيش فيها اختلافة كابتن أسامة أنا بقول أنا بقول النهاردة إن هذه المباراة في البداية سلسة نقاط بيدوعوا نادل أهلي إن النهارة كذبان تلاتة اتنين ركل الجزاء لما تحتسب أربعة اتنين ممكن المباراة انتهت النهاردة المباراة بتروح من النادل أهلي بسبب خطأ تحكيمي كارسي واضح جدا ركل الجزاء واضحة وضوح الشمس بنقول أنا أيمر أشرف قال إيب بتخرج خارج نطاق الجسم كبرت حجم الجسم ركل الجزاء الحكم ما شفهاش أو شفها أو هو تمركز ده مش مشكلتي أنا لماذا محمد الحنف ما استدعش أنا هنا حكم الفوار لابد أنه تدخل يعني حضرتك أنت النهاردة في الفوار مع ترامل كل أنت حكم كبير يا محمد وانت حكم كبير هاتي الحكم يشوف كبتن بلاد لو أنت معيارك أن يستمر اللعب فيها الحكم هو له القرار الأول والأخير فيها هاتي الحكم يشوف وإد الحكم ياخد قراره ولكن البنية ما شفهاش كده في الملعب بني لو شفها كده في الملعب أعتقد كان عسر ولكن هنا أين نظر الفوار كبتن في وسام بداية أنا بقول بداية مش مطمنة ومش عارزيني نقول يعني حنقول المناجل أهلي مرة واحدة بينوا التحكيم لا إحنا ياما وقفنا مع التحكيم وسنبنا التحكيم وكل برامجنا بنقف مع التحكيم ومصر كبتن في وسام ولكن لما دي كتضايع مني تلت نقاط في بداية إحنا محتاجينها نادلالي محتاجها بسبب خطأ التحكيمي واضح جدا أعتقد أن الأمور مش كويسة خاصة هذا الخطأ مؤثر لكاتنا بلالي كل مرة بنقول للنادل أهلي نتيجة النادل أهلي وفوز النادل أهلي بيغطى على خطأ التحكيمي تمام النهاردة لأ النتيجة النهاردة نادلالي خسر وخسر بخطأ التحكيمي كارس لو لها النهاردة كسب كنا حنقول آه خلاص خطأ مش مؤثر ويا جماعة رجعوا نفسوكوا لكن لا كده الكلام ده دي حكام لديم تتوقف دي حكام دول اللي هما الدوليين دول اللي بيعتبروه من أحسد الحكام اللي موجودين عندنا دي كارسة دي الحكام دي لديم تتوقف فاكر الدوري اللي كان من سنتين هو ده اللي بقولك عشرين واحد وعشرين عشرين وعشرين تمنتشر بون خطأ أيضا كان ماما من نادي الأهلي مش خطأ واحد محمد سلامة الحكم وقتها وكان الهدف لأي من أشرف وكان هدف صحيح واحتسبوا ضد النادي الأهل واحتسبوا فالوقتها أنا بإحساسي بلقطة زي دي إن الدوري السنة دي بعد ما أشدنا بالحكام وبعد كاس الأمم وبعد ما كان فيه طفرة في ده الحكام أنا إحساسي الشخصي إن التحكم المصري رايح في حتة مش مظبوطة وباينا في اللقطة دي لو فيه نية أو فيه سلامة نية النهاردة محمد الحنفي يستدعي البنة يبقى فيه مشاورة في لقطة زي دي مش محتاجة تدخل أساسا بالضبط كابتن البنة النهاردة أنا بتكلم كمان إن كان البنة النهاردة كابتن البنة النهاردة انت حكم يعني من الحكام اللي إحنا يعني بنحترمك حكم وإحنا بنقدر إنك انت حكم كبير ولكن النهاردة كمان البنة النهاردة في المبارد كابتن أخطاء إحنا مجبناش لحالات تحكمية أخطاء شد أخطاء مسك أخطاء فيها بطاقات بطاقات وقوات انتبادة ما فيش الكلام ده النهاردة البنة كمان تيجي بالخطاء الكارسي إحنا قلنا كل الأخطاء دي اللي هي الصغيرة اللي كانت من بالل بتعدي فيش مشكلة ولكن لما يبقى هذا الخطأ وهذه الإيد اللي هي في وضع خارج خارج تاني بنقول راكل الجزاء وضح وضوح الشمس ما ينفعش نتعسفش بعد ذلك كابتن ده رامي ربيعة رايح ياخدوا الكورنر بتاعنا الراجل شدد الفانيلا بيشدوا من الفانيلا عادي جدا وبيجري بيه ورامي بيجري بيه ولا جابوا دي حالة من الحالات اللي احنا يا كابتن دي معنا الحالة دي بلك تفرج عليها معنا السد موجود في ركنية رامي ربيعة رايح والسد موجود والفرية ما تدخل ولا أقلق سماعتنا على التحتي ما كابتن أسامة ولكن اللي بقى خطأ يا كابتن بلال يا كابتن أسامة خلاص يعني أنا هتحدى أي حد أقوله فعنا مسؤولتي تحدى أي حد من المحللين السيام مأثر عليهم تفتك طب ومين يدفع التمن يا كابتن ناصر كابتن بلال فالبلاطة زي دي كابتن ناصر مش عافين يلعب في السيامة جمعما كابتن بلال كابتن بلال الحكم لو مش جاهز لو مش جاهز يا كابتن أسامة لو أنت منتش جاهز النهاردة أنت دي حقوق حقوق نادي حقوق نادي بيصن فلوس لعيبة وإمكانيات لما تيجي النهاردة ثلاثة بنت بيروحوا خلاص والراجل في الخطة أن الحنف اللي يشيلها مش البنة أيوة أنا مع عادة الحنف اللي يشيلها مش البنة أكتر يشيلها أكتر يمكن الحنف يغرأ البنة اللي اتنين بيغرأها بعد ممكن الزاوية الزاوية وهي جاية مع البنة ممكن يكون سعيده صنبوري لا لا البنة الشايفة لا لا ممكن سعيده صنبوري ورمي ربيعة ممكن يكونوا مغطين عليه بس هي بتاعت الحنف الفار أكتر كابتن وسامة الفار أكتر ده مسك السفارة كده حيصفر بعد كرة مشاطها رمي ربيعة فوق حامل ضربة مرمى رحمت دي ضربة مرمى ده شايف شايف وداري والزاوية معاه وقدامه لنه خمس ستة خطوات كابتن الفار أكتر تاقم التحكيم بالكامل هو مسؤول عن المباراة كابتن لما تيجي تكلم النهاردة في تاقم التحكيم في خطأ تحكيمي التاقم كله بالكامل لا يعفى من المسؤولية يا كابتن لا يعفى من المسؤولية ولو الحنف قال له ما تجيش كابتن بعد إذنك أنا النهاردة بسأل السؤال أنا كحاكم فار ربما أنا معايير يا كابتن بلال إن دي يستمر اللعب انت حدتك من تشهر حاكم اللي بيأخذ كرار منك حاكم المباراة من فضلك بيقول لك هات الحكم وأنا أتحدى إن البنة لو روح في لعبة دي زي الفلفار هيحسب هيحسب ليه بنكلم الحكامة كابتن على معايير احتساب المخالف إيه هي المعارير؟ بنقول الإيد بتكبر نطاق الجسم الحالة دي بنلاقي عليك حد يقول لي إن الإيد هنا مش مقابرة نطاق الجسم مش خارجة عن الجسم الإيد هنا مش واضحة جدا إن هنا فيه مخالفة ولكن بنقول خطأ التحكيمي فادح جدا جدا تلات نقاط بقول له في البداية كلام ده يا جماعة هتلاقينا اللقطة تانية يا سامير لو سمحت عشان نستعرضها تانية علشان الناس اللي متابعانا وكرة بتمشي وكرة ماشي هات بداية الهجمة من أولها علشان نوضح للناس ايد أي من أشرف كانت موجودة فين وبعد كده كانت في الوضع الطبيعي يا أساني كانت في الوضع الطبيعي احنا قلنا هي اليد كانت في الوضع الطبيعي أنا بحسب اللعب يمت ساعة مالكورة بتروح نحية الإيد ساعة مالكورة راحت اللي هي نقطة الاتصال أو نقطة اللمس هنا بنشروب بنعاقبه إمتى هنا خلاص يا كابتن هنا الإيدة هي الإيد هو كمان بيطلحها وبيشيلها كمان راكل جزاء واضحة وضوح الشمس فيش فيها لا والله ده بيشرحه وبيقوله إيده جنبه شوف الابتكار ده بيقوله إيده جنبه بزر بزر يبقى أنا عادة كده يا رب انت حدك بتقولي يمكن أو كانتنا عادة بيتكلم على أن البنة الدنيا محجوب عليه لا ده هو ساف بقى يبقى أنا شايف طالما هو ساف طالما هو ساف تمركز خضاء تمام يبقى إذن هنا النهاردة ما كانت شايف حاجة يبقى يتعلم قواعد البنان ده بيشرح له ده هو شايف قسامة هنا شايف ده بيشرح له إيده كانت جنبه يعني شايف ده دليل إن كابتن محمود البنة كمان مش شايف في المباراوة مركزه غلط إنه بيشرح للعب الناد لأهلي حاجة ما حصلتش اللعب غلط وما حصلتش إن إيد اللاعب جنبه وهو ما شافش إن إيد اللاعب مكبر جسه أنا بقول في النهاية في النهاية تاني ثلاث نقاط راحه حرام علي النتيجة كانت 3-2 قبل راكلة الجزاء لو تحسبت راكلة الجزاء كانت النتيجة هتكون 4-2 كانت المباراة حسمت تماما خلص أحب بيكلم نهاردة بتحكيم النهاردة حرام الناد الأهلي كابتن وما من راكلة الجزاء صحيحة واضحة جدا جدا وأنا بقوله وأنا مستاني يا كابتن أتحدى أي حد محاضر أو محلل يطلع يقول إن دي مشاكل الجزاء أتحدى إنه لجل الحكام وهي بتحلل الحالة أي فرق أغيام أي فرق أغيام الماتشي ده قبل مقفله بتاع ربع ساعة تلت ساعة لو أي فرق أغيام صح أو لا أنا بتكلم غلط لا دي لو عليك دي لو عليك كانت تتحسبت في ثانية أنا ده رأيي هل محمد الحنفي والبنة خدوا وقتهم كمراجعة لعبة في الكرة دي كابتن وصر أنا كنت أتمنى أنا أتمنى لما المحمد الحنفي التاني بنقول ما احترام المحمد الحنفي في حكم كبير والبنة حكم كبير هذه الحالة كان لابد كان لابد الفار يا كابتن أسامة يا سيد هات الحكم شوف صح خلي الحكم هو ياخد القرار ويا سيد طالما أنت مش مقتنع طالما أنت مش المعيير مش مع نقص قناعات بيها هات الحكم يشوف يبقى الحنف اللي يشيلها دلوقت بزبط ولكن أنا بقول أنا بقول في النهاية إيه اللي حصل احنا استفدنا إيه لها لخسر لدي خسر ثلاث نقاط دي خطأ تحكيمي واضح وصريح من ثلاثة اتنين وراك الجزاء أربعة اتنين ليه أربعة ثلاثة ترجمة نانسي قنقر